الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا فرعص فاقس الغربية يعاني نقصا في وسائل النقل وهذا أرهق الطاقم الإداري والقاصرين ذهنيا المنتفعين بخدمات الجمعية إلى جانب كثرة عددهم الذي لا يستوعب سيارة سياحية منهكة ومحدودة الطاقة عندنا صعوبة احنا في التنقل من 7-4 صباح يخرجوا صغيرات بريس كمية كيلومتر يوميا تراجي وعرق وسخنة بصراحة معناها احنا نحب الحل الوحيد نحبه ترانسبور نحبه شوية عينية في الجمعية راي نقصة برشا صغيراتنا تعبين وحنا تعبين معهم بركة لا الكارم عبية وثم صغيرات بصحتهم وثم صغيرات تفهم وهم يعني سبحان الله كل واحد كيفاش رب يعطاه بالعمل تلقيني نحرحت بيه هنا نحطها يعني ياك الصغير ياسر اللي تحسها نقول تو يمشي في الرجلين بحيث الكارم عبية علخها والله امس برك الشرطة حبستها قلت قل لك لا من ساعة نيش هلعبية الكل يقول ينتب كم ساعة كمش هلعبية الكل يعني نجموا يعونوهم من العباد ولا الحاكم ويعطيهم باش يتنقلوا فيه مشكلة كبيرة في التنقل ساعات صدقني ساعات الكارم تعوق بيهم تلقيهم يصلوا وين وين ساعات الروح بيه اصلا انا شخصيا صدقني نحس بذنب كبير وقت لنركب ولديت معاقين بالعدد هذاك في وسيلة النقل هذيك صدقني يومين نروح لداري متألم ونحس بحسرة كبيرة وفي الان نفسه مضبية ما نحرمش هكي صغيرات لان في حرمانهم زادة باش نحس نفس الاحساس المطلوب هو حافلة صغيرة احنا دجاء الادارة الجاهوية للشؤون الاجتماعية اقترحت الفرعة هذية اقترحت انه باش يتمتعب حافلة صغيرة والموضوع تو تحت الدرس عند السيد وزير شؤون الاجتماعية سي خليل الزاوية لكنين لماذا بشي قادي تدرس والحالة استعجالية بالضبط الحالة تريزي وجونت استعجالية برشا اذا كان ما توصلناش الحافلة هذية في اقرب الاجال راهوا ربما نتجبروا باش نوليوا معاتش يقوموا بالتنقل متع الصغيرات حافلة تنقل القاصرين ذهنيا مطلب اساسي واستعجلي لتحميهم من شر مخاطر الطريقة وتؤمن تنقلهم بسلام نادى به كل من القاصرين ذهنيا والاولياء والطاقم الاداري نحب كارل الولاد والدنا نرى تعبين والدنا يجوا مرمدين والدنا نجوا تعبين على الاخر على الاخر على الاخر توا جمعية بتبرك الله اربع وخمسة كيران وجمعية كار مثلا ما شراي مش عادر نهز في اكثر من المتاقة متاحة حتى معتها صغار تلقى معتها سخنة عرق ساعات الطفل معتها من الجمش يدين بشيقعد واقف معتها شبيك حتى الساعة ساعة ونص بش نوصل لانا للسانطر يوصل حتى يرد وعننا مشكلة اخرى اللي هي فرعس فاقس مركز شاكر ثلاثة ذي عنا مركز ورانا للهيئات السابقة كانوا كارينوم البلدية ورسق البلدية ملك البلدية الويتام كريتوم البلدية لكن نظرا للموارد الضعيفة قلة الموارد متاع الجمعيات هذه ما نجموش يقوموا بخلاص المستحقات هذه لكن هذه النجموش تفوتو لكم فيها البلدية هذا هو المطلوب المطلوب هو التفويت في المركز هذا على الأقل يرحموها كالصغيرات ما نهاية يرحموهم ما نهاية يخرجوا يعملوا هذا كالديفولمون يخرجوا يلعبوا يخرجوا يراوا وجه ربي شوية على الأقل يعاني وهوما كالسواق كاليدارة كالأولية كالصغيرات نجموش تشوفوا الحافلة هذية فيها تقريبا ستة مقاعد ويركبوا فيها تقريبا ثناشو لثلتاشن معاقب هذا في تقريبا في شطر السيركوي مازال العدد ممكنك تشوف فيه مصلي عن بي الكار الأخرى كيف كيف الشارجة تبرك الله خيريت البلايس محدودة حتى اختر شكل اختر على الصغيرات المطلوب تهم المطلوب ماذا بينا شكون اللي يقدر باش يعاون باش في شراح حافلة على الأقل الضمن وتأمن صغيراتنا كيوصلوا للمدارس امتحم تكدس الأوساخ أمام مقر الجمعية من طرف المواطنين زاد الوضع تعقيدا وتعكيرا وزاد القاصرين ذهنيا أزمة رواح الكريهة وانتشار البعوذ والذباب احنا والله إضافة للمشكل الرئيسي اللي تم دراستهم على اللوخياء اللي قبل نضافلنا مشكل آخر وهو إلقاء الفضلات والأوساخ أمام ساحة الفرع تقريب مركز له إشاع كبير النجاحة هذه كلها تصور حتى من إلقاء الفضلات في ساحة المركز وهو لا يشرف للبلدية ولا المعتمدية ولا المركز في حد ذاته معناهم ولدات معاقين يزيدوهم على الإعاقة متاحهم إلقاء الفضلات والأوساخ فواضل هذه معناها تقلقنا برشاب وخاصة في الوقت هذه اللي تواجدوا فيه معناها وكفرت فيه المشكلة هذه البعوذ هذه في السفاقس معناها سيكنات الصغار والله قسيوة حافلة تؤمن سلامتهم وتيسر تنقلهم بات حلما أساسيا للأشخاص القاصرين ذهنيا في وقت الذي يحلم فيه بقية الأطفال بأشياء أخرى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر